في الفيديو ده هتعرف ازاي تكسب اول عشر دولار ليك على الانترنت من خلال التسويب العمولة ولكن ملحوظة مهمة جدا الموضوع مش سحر يعني مش مجرد ما هتشوف الفيديو ده تعمل فلوس لازم تسعى وتاخد بالاسباب وتطبق وراي الخطوات في منكم ناس هتقدر تعمل واحد دولار في اليوم في منكم ناس هتقدر تعمل عشر دولار في اليوم في ناس مش هتعمل اي شيء اصلا كل ده متوقف على سعيك واجتهادك. انا دوري ان اشرح لك كل الخطوات واعرفك ازاي تبدأ بشكل عملي وده الل احنا هنعرفه ان شاء الله في الفيديو ده وانت دورك انك تطبق ورايا وتكتهد وبازن الله ربنا يرزقكم جميعا وزي ما بقول دايما ان التسويب العمولة واحد من احسن الطرق اللي تقدر تجيب بها داخل حتى لو لسه طالب من اي بلد في العالم فان شاء الله في الفيديو ده هنعرف الخطوات العملية للربح من التسويب العمولة فاهلا بيكم في فيديو جديد على قناة نادي الكرواة العملية اللي من خلالها بتعرف ازاي تتعلم وتشتغل على الانترنت. قبل ما نقول اي حاجة في الفيديو ما تحرمنيش من دعمك الجميل انك تعمل لايك للفيديو ده واتبعته لكل اصحابك وتنزل في الكومنتات تكتب الربح من التسويب العمولة ولو لقيت تفاعل كبير هزود لكم عدد الفيديوهات دي ان شاء الله فيلا بينا نخش في تفاصيل الفيديو مع بعض. ده جزء من الارباح اللي عملتها للتسويق لخدمة واحدة من الخدمات اللي احنا هنعرفها ان شاء الله في الفيديو ده حبيت اشارك معاكم الاحصائيات دي قبل ما نبدأ في اي شيء في الفيديو عشان تعرف ان كل حاجة بشاركها معاكم بتكون من خلال تجارب حقيقية مش مجرد كلام نظري وبازن الله انت كمان تقدر تعمل الارقام دي واكتر من كده كمان لو ركست في الشرح بتاع النهاردة وطبعت معايا الخطوات بالزبط. زي ما قلنا في التسويق بالعمولة اول خطوة بتكون اختيار المنتج او الخدمة اللي انا هدى اسوأ لها للجمهور المستهدف. وانا في الفيديو ده جايب لك خدمات ممتازة جدا وناس كتيرة جدا بتحتاجها فبالتالي انت هتكون بتسوأ لها وانت متطمن ان شاء الله. اول اداة معانا هي جرامرلي. طبعا للي ما يعرفش جرامرلي هي اداة او ويب سايت بيساعدك انك تكتب انجليزي بدون اي اخطاء سواء في الجرامر او اخطاء كتابية. وطبعا اداة زي كده هتكون ممتازة جدا جدا لاي حد بيكتب انجليزي في يومه. وسواء بقى طالب سواء حد بيشتغل في سوق العمل حد بيكتب ايميلات حد بيكتب مقالات. ايا كان دي اداة اساسية زي ما قلنا لو انت بتستخدم انجليزي في يومك فمهم جدا يكون عندك جرامرلي عشان تك بانجليزي بكل سواء وبدون اي اخطاء. طيب عشان نبدأ نسوق ليه الاداة دي هننزل تحت خالص كده زي ما قلنا. وتدور على كلمة فهتلاقي الكلمة هنا هي. نفتح بقى برنامج الافليت بتاعهم عشان نعرف تفاصيله. انت هتاخد عشرين سنت لاي حد هيسجل على الموقع ده بشكل مجاني. يعني مسلا لو انت بعدت رابط الافليت بتاعك لواحد صاحبك وقلت له حمل البرنامج ده. هيساعدك انك تقدر تكتب انجليزي بكل سواء من غير اي اخطاء. ومش هتدفع اي فلوس البرنامج مجاني. اول ما صاحبك يسجل بالاميل بتاعه انت هتاخد كام عشرين سن. فانت كده استفد وصاحبك كمان استفاد وهيشكرك على الخدمة دي. طيب نفترض ان زميلك ده او صاحبك حب انه يشترك في البرنامج المدفوع بتاعهم او في الاشتراك الشهري بتاعهم. اول ما هيشترك انت هتاخد كام عشرين دولار. فانت كده هتكسب من الاتجاهين. سواء الشخص ده سجل بشكل مجاني تماما. فاول خمس اشخاص هيسجلو. انت كده جرامرلي. ولو الشخص ده اشترك في الخدمات المدفوعة بتاعتهم انت هتاخد عشرين دولار. اظن مفيش اسهل من كده. طبعا زي ما بقولك كده التسجيل سهل جدا جدا هتدوس على وهتبدأ تدخل البيانات بتاعتك. هنا بتدخل اسمك او اسم الشركة بتاعتك. وهنا بتدخل عنوانك. وتأكد انك بتكتبه صحة جدا. وبتدخل المدينة بتاعتك. وكل البيانات الباقية دي سهلة جدا زي الدولة بتاعتك. والمحافظة والزيب كوت تقدر تجيبه من جوجل ورقم الت بتاعك. بعد كده بتبدأ تدخل الايميل بتاعك وتعمل واتدخل برضو البيانات اللي هو طالبها منك كده. وهنا بيطلب ان يكون عندك ويب سايت او وهنتكلم فدا شوية كده ان شاء الله ما تقلقش خالص. هتكتب هنا رابط الويب سايت او بتاعتك اللي انت هتعملهم ان شاء الله. وتيجي هنا وتدوس ويتعلم على المربعين دول وتدوس اول ما هيرضوا عليك بالموافقة هتلاقي الداشبورد بتاعتك زي كده الحساب بتاعك يعني هتدوس على هيفتح لك كل العروض المتاحة وكل عشان تبدأ تشوفها عشان برضو تعرف الزائد لما هيدوس على الرابط بتاعك هيدخل على صفحة شكلها عامل ازاي. ولكن ركز جدا انه في عروض بتكون متاحة مسلا للناس اللي في امريكا بس او في دول معينة. فانت عشان تكون في المضمون هتدور على اسمه هتدوس عليه هنا كده هيبدأ يفتح لك الرابط الخاص بيك انت ده الرابط بتاعك هو. لازم تتأكد مليون في المية انك حاطط الرابط بتاعك ده في المحتوى اللي انت هتسوق به. لان اي رابط تاني غير ده مش هتحسين لك اي شيء. فالموقع بيبدأ يتراك الاحصائيات بتاعتك او يتتبع الاحصائيات بتاعتك من خلال الرابط ده. فبكل بساطة هتيجي واخد الرابط ده كوبي وتحفظه في مكان تعرف توصله. سواء بقى في فايل على جوجل درايف او في فايل على الجهاز بتاعك. كده احنا عملنا اول خطوة وهي اختيار المنتج والحصول على الرابط الخاص بينا عشان نبدأ نخش في الخطوة التانية وهي التسويق للموقع ده من خلال الرابط الخاص بينا احنا. بس سواني قبل ما نخش للخطو انا قلتلك من شوية ان احنا هيكون معنا خدمتين مضمونين جدا وهنبدأ نسوق لهم. الخدمة التانية هي خدمة سي امراش ودي هتفيد جمهور محدد شوية وهو الناس اللي عندها ويبسايت او الناس اللي شغالة في مجال طيب نوصل لبرنامج الافليت بتاعهم ازاي? كده احنا عالموقع الرئيسي هننزل تحت خالص زي ما اتفقنا وندور على كلمة او افليت برو جرام هنفتحها في صفحة جديدة ونبدأ نشوف تفاصيل برنامج التسويق بالامولة بتاعهم. هنا بيقول لنا ايه? بيقول لك ان انت هتكسب متين دولار لو حد اشترك في الاشتراك المدفوع بتاعهم. وعشرة دولار لو حد سجل بياناته بس في الفري ترايل اللي هو بيبقى بشكل مجاني اصلا يعني الزائر او العميل اللي انت هتجيبه مش هيدفع اي شيء هو بس هيدخل بيانات الدفع بتاعته وهياخد خدمة تجربية سبعة ايام يجرب فيها الخدمة دي كلها وبعد كده لو اشترى الخدمة دي هانت هتاخد متين دولار لو ما اشتراتش فانت بالفعل خدت عشرة دولار. طيب نفت العميل او الشخص اللي انت جبته ده ما اشتراش الخدمة ولا سجل بيانات الدفع بتاعته. مجرد ما بيسجل بتاعه بس انت بتاخد واحد سنة. طبعا ده رقم قليل جدا مقارنة بالعمولة اللي بتاخدها بجرامر وهي عشرين سنة للتسجيل المجاني. ولكن زي ما قلنا لو قدرت توصل الجمهور المستهدف. اللي هو فعلا محتاج الادا دي وسجل بياناته بس. واخد بتاعهم انت هتاخد عشرة دولار. فتخيل لو جبت عميل واحد بس في اليوم. انت كده عملت عشرة دولار في اليوم يعني في الشهر ممكن تعمل تلتمية دولار. طيب نسجل ازاي هندوس على هيبدأ يدخلك لصفحة التسجيل. وبالمناسبة موقع سيم راش مشترك فيه ببرامج التسويق بالعمولة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. اللي هي بتكون وسيط ما بينك وما بين الشركة زي شركة اللي هو سيم راش بالفعل مشترك فيها او تقدر تشترك من خلالها. وزي وزي تكلمنا عنهم في الفيديو الخاص بالتسويق بالعمولة. هتبدأ تدخل بياناتك عادي جدا. اللي هي مطلوبة منك. مفيش اي شيء صعب حتى الان في القسم الاول ده. القسم التاني هتبدأ تدخل بيانات الشركة بتاعتك. طبعا هو هنا بيتكلم كشركة بس انت عادي تقدر تدخل اسم الموقع بتاعك او اسم الشخصي او اسم البراند او صفحتك على الفيسبوك. طبعا هنا بيطلب منك الويب سايت بتاعك زي ما قلنا هنتكلم في الخطوة دي بعدين. وهنا بتبدأ تدخل الدولة وباقي البيانات سهلة جدا جدا. هنا بقى في القسم ده بيبدأ يسألك انت هتسوق ليه البرنامج بتاعنا ازاي? فهتبدأ تختار الطريقة. هل عن طريق الايميل? هل عن طريق محركات البحث? هل من خلال السوشال ميديا? هل من خلال المحتوى? فاحنا هنختار المحتوى. وهنا بقول لك طيب البروبرتي اللي انت هتبدأ تسوق من خلالها ايه? هل ويب سايت? هل سوشال نتورك زي السوشال ميديا? هل بالموبايل براحتك خالص زي ما انت عايز? وتبدأ تحط بيانات السوشال ميديا بتاعتك. يعني مسلا لو عندك صفحة على الفيسبوك هتبدأ تدوس على فيسبوك هنا. وتدخل رابط الصفحة بتاعتك على الفيسبوك وهنا بيقول لك الاتفاقية بتاعتنا او عقد العمل ما بيننا انك هتاخد زي ما اتكلمنا من شوية واحد سنت او عشرة دولار او متين دولار وبعد كده بتدوس على هتنتظر كام يوم وهيرده عليك سواء بالقبول او بالرفض ولو فيه رفض تبدأ تشوف الاسباب ايه? وتبدأ تشتغل عليها لو انت حابب تسوق ليه البرنامج ده? كده احنا خلاص خلصنا اول خطوة واخترنا خدمتين هنشتغل عليهم بشكل عملية. هنخش بقى للخطوة التانية والمهمة جدا وهي التسويق او الترويج للخدمات. وتعال نشوف نعمل ده ازاي بخطوات عملية. طيب احنا قلنا في خطوة الترويج في حاجات اساسية لازم تبقى عندك. يا اما يكون عندك ويب سايت وده طبعا اساسي ويفضل. ومهم جدا زي ما قلنا يبقى عندك مدونة او ويب سايت عشان خاطر تتقبل اصلا في اغلب برامج التسويق بالعمولة. اغلب البرامج بتتطلب منك يبقى عندك ويب سايت واللي عنده ويب سايت وفيه محتوى كويس بيبقى ليه الاولوية في القبول. فشئت ام او مدونة. ولو حابب تبدأ تعمل مدونة هيكون قدامك اختيارين اختيار مجاني وهو انك تعمل مدونة على بلوجر وشرحت لك ازاي تعمل مدونة احترافية على بلوجر في فيديو على القناة هنا هتلاقيه في وصف الفيديو ده ان شاء الله. الاختيار التاني المدفوع هو انك تعمل ويب سايت او مدونة على ورد بريس. وده طبعا للناس اللي معها ميزانية تتراوح من خمسين لخمسة وستين دولار ولكن بيكون استثمار مضمون جدا على المدى البعيد لانك زي ما قلنا بتب ويب سايت وده شيء ممتاز جدا على الانترنت. طيب نفترض انك مش عايز تعمل ويب سايت اصلا وتقابلت في برنامج التسويب العمولة وانت عايز تسوق بس للبرنامج ده ومش عايز تبدأ تعمل مدونة وتكتب فيها مقالات كتير انت عايز تعمل صفحة واحدة بس او زي ما بيقولوا ومهم جدا تفهم المصطلح ده واللاندينج بيج معناها صفحة هبوط اللي الزائر هيخش عليها اول ما يدوس على الرابط. لو انت من النوع ده وعايز تعمل صفحة هبوط وبشكل مجاني برضو تخش على الموقع اللي قدامك ده موقع جيت ريسبونس من افضل المواقع اللي هتساعدك في حاجات كتيرة جدا اونلاين سواء انك تعمل ايميل ماركتنج سواء انك تعمل سواء انك تعمل عليها ويب سايت سواء انك تعمل ماركتنج اوتوميشن والاهم لنا دلوقتي هو انك تعمل لاندينج بيج الجميل بقى في الاداة دي انا طبعا جربتها كتير وهي ممتازة جدا الجميل فيها انها اولا بتديك تلاتين يوم بشكل مجاني تماما تجرب فيها كل شيء في الاداة فانت هيكون معاك تلاتين يوم تعمل فيهم بتاعتك زي ما انت عايز وتبدأ تسوق للاندينج بيج دي هنتكلم شواء كده في التفاصيل والحاجة التانية الجميلة في الويب سايت ده ان لو الشهر المجاني بتاعك خلص وانت حبيت تشترك فيها بشكل مدفوع اشتراكها بيكون بسيط جدا جدا خمستاشر دولار بس في الشهر وبيتفتح لك كتيرة جدا وانت مش محتاج غيرهم في البداية طيب تعالوا نشوف ازاي نعمل على الموقع ده طبعا انت بتسجل بشكل مجاني تماما بت بتدخل الايميل بتاعك وبتساينب وهسلك برضو في وصف الفيديو رابط الموقع ده. ده كده الحساب بتاعي داخل الاداة دي. انت عايز تعمل ايه? هتخش على وهيبدأ يجيب لك نمازج كتيرة جدا لو حابب تعدل عليها براحتك طبعا لو مش حابب وحابب تبدأ حاجة هتدوس هنا. ولكن برضو بص على النمازج دي خد منها فكرة هيسهل عليك ويوفر عليك وقت كتير جدا جدا. طيب نفترض ان انا اخترت ده هدوس على سلكت تمبلت. وانت مش محتاجي بقى عندك اي معرفة بالبرمجة او الكودنج او اي شيء. انت كل اللي بتعمله بيكون من الموس ومن الكيبورد بتاعتك. بتبدأ اتعدل بقى زي ما انت حابب على اي شيء بكل سهولة. انت هتتفاجأ اصلا من سهولة ده. طيب نفترض ان انا هستخدم دي عشان اسوى لأداة فمسلا ممكن اكتب العنوان ايه? نفسك تكتب انجليز بدون اخطاء. خليت كده علامة الاستفهام شمال من هنا. هو طبعا بيدعم اللغة العربية فده برضو ا احسن حاجة في الاداة دي حابب بقى تغير اللون بتاع النص كل شيء قدامك وحابب تغير الفونت نفسه وحابب تغير حجم النص كل شيء سهل جدا جدا مش محتاج اي شرح اصلا. بعد كده تبدأ طبعا تكتب الكابي بتاعتك. مهم جدا اه تبدأ تتكلم عن مزايا الموقع او الاداة اللي انت بتسوق لها. طيب لو مش عندك افكار خش على الموقع نفسه. يعني مسلا لو دخلنا على موقع جرامر لنفسه ونبدأ نشوف المميزات بتاعته وناخد بس منها المميزات ونحطها في بتاعتنا. طبعا هنعربها يعني هنفهم المعنى. هنقول له مسلا ان اداة بتشتغل مع كل المواقع اللي قدامك دي سواء السوشال ميديا او في الرسائل او الايميل او اي موقع تاني على الانترنت. ممكن برضو استاشت بكل الشركات الكبيرة دي اللي بتستخدم دي برضو بيدي سكة. مش هنتكلم بقى في المحتوى ولكن خلينا نتكلم فهم حاجة وهو المكان اللي هتحط فيه الرابط بتاعك انت. هتيجي هنا على هتدوس كده عليها مرتين هتبدأ تعدل على النص. وهقول له استخدم الاداة مجانة. وطبعا ما ننساش اهم حاجة وهي انك تضيف الرابط الخاص بيك عشان لما حد يدوس على استخدم الاداة مجانا يفتح له موقع من خلال الرابط الخاص بيك. بكل بساطة هتدوس هنا وهتدوس على الشكل اللي قدامك ده. هيفتح لك كده الصفحة اللي انت تقدر من خلالها تحط الرابط. هتحط هنا من خلال هتحط الرابط بتاعك انت وهتدوس على كده اي حد هيدوس على استخدم الاداة مجانا هيتفتح له موقع من خلال الرابط بتاعك. بعد ما بتخلص كل شيء في الصفحة بتاعتك هتدوس على و هتحط اسمه دي سميها مسلا موقع وهو ده الرابط اللي من خلاله الناس هتقدر توصل للصفحة دي. دي كده طريقة مهمة جدا ولازم تكون عارفها من دلوقتي وكان لازم اشرحها لك في بداية رحلتك في التسويق بالعمولة. ليه بقى? لان في مواقع كتيرة جدا مش بتقبل انك تسوق للينك بتاعها مباشرة. بيقول لك لازم يبقى عندك اما مقالة او صفحة هبوط عشان تبدأ تسوق للمنتج او الخدمة بتاعتنا. وفي مواقع تانية مش بتتطلب الكلام ده اصلا وتقدر تسوق للرابط بتاعها مباشر. فكل اللي عليك تعمله انك ممكن تاخد الرابط بتاعك على طول تكتب بوست صغير فيه كل مميزات موقع وليه هو مهم وازاي هيفيد الشخص اللي هيستخدمه. وفي اخر البوست هتحط الرابط الخاص بيك انت واي حد زي ما قلنا هيسجل من خلال الرابط بتاعك انت هتاخد عشرين سن. وتبدأ بقى تنشر البوست ده او المحتوى ده على جروبات الفيسبوك اللي فيها الجمهور المستهدف او تبعاتها لاصحابك في رسالة اللي هما معاك في الكلية او اللي انت عارف ان هما فعلا بيكتبوا انجليز كتير في يومهم. كل ده هيسهل عليك عملية التسويق وكل ده اي حد يقدر يعمله حتى لو ما عندوش اي متابعين اصلا. ولكن زي ما قلت عشان فعلا تبني بزنس كبير ويجيب دخل كبير جدا من التسويق بالعمولة لازم تبدأ في انك تبني قاعدة متابعين وتبدأ تبني في بتاعتك زي ما قلنا المدونة صفحة الفيسبوك صفحة على انستجرام وما الى ذلك يعني باختصار تبني وان شاء الله نتكلم عن كل ده باستفادة لو لقيت عدد كبير مهتم ولو لقيت تفاعل كبير على الفيديو ده فكده انت عرفت كل شيء وازاي تبدأ فعلا في التسويق بالعمولة بخطوات عملية عايزك دلوقتي حالا بعد ما تقفل الفيديو ده مباشرة اعمل المدونة بتاعتك وابدأ اتعلم اكتر عن صناعة المحتوى ابدأ كمان اتعلم ازاي تستخدم برنامج اللي احنا اتكلمنا عنه لانه هيفيدك جدا في شغلك وفي مجال بشكل او باخر وزي ما قلنا من خلال التسويق بالعمولة هتكون بالفعل بتتعلم مجال التسويق الالكتروني بشكل عملي ان شاء الله فانت بكون بتضرب عصفورين بحجر اتمنى يكون الشرح واضح ولو عايزين تفرحوني فعلا طبقوا معي الخطوات دي وشاركوني الارباح بتاعتكم ده شيء هيفرحني جدا وفي نفس الوقت هنشجع شباب كتيرة جدا انها تبدأ تستغل الانترنت صح ويكون لها مصدر رزق بدل ما هم بيضيع وقتهم عليه لو عندك اي سؤال تاني سيبه في الكومنتات وما تنساش تعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته